تعالوا نشوف الصورة أو الوثيقة اللي بتكشف توجه أشرف مروان للقاء رئيس المساد يوم 5 أكتوبر ودي من الصور اللي تم نشرها باللغة العبرية أن أشرف مروان طلب أنه يقابل رئيس المساد يوم 5 أكتوبر وأيضا في صورة كمان نشرت لمحضر اجتماع مروان مع رئيس المساد عشية الحرب وده الكلام اللي قاله فيه وفقا للرواية الإسرائيلية أيضا أنه فيه حرب بعد 16 ساعة ومصر وسوريا مشاركين في القصة الصورة اللي أنا بشكك فيها تطلع قدام حضراتكم وأي حد الحقيقة لازم يشكك فيه طيب الصورة دي مصدرها مين؟ مصدرها المساد الإسرائيل جميل مين ده؟ ده أشرف مروان مين ده؟ ده الزابد دوبي هل حضرتك؟ هل حضرتك؟ هل أي حد دلوقتي يقدر يثبت أو ينفي أن الرجل ده أولا إسرائيلي ثانيا زابد في المساد يعني مثلا مش موظف في المطار مثلا مش عامل مثلا في كافية مش راجل شغال في مكتبة ما هو أسئلة منطقية أنا إيه؟ عرفني أن الرجل اللي مدينه ظهره وأفاده زابد في المساد الإسرائيلي واسمه دوبي أنت لو عايز تصدق هتصدق عادي هتقول آه صح ههو بص واقف معه إزاي بص مش حالف إيه آه ده دوبي فعلا ده زابد إيه؟ ده دليل إذن لا طب الصورة دي لا تدين أشرف مروان في أي شيء المساد الإسرائيلي نشرها آه لكن الصورة بتقولش أي حاجة بأمانة يعني قولا واحدا الصورة دي ما بتقولش أي حاجة لا تعرف ده دوبي ولا مش دوبي ولا زابد ولا مش زابد ولا أي حاجة إحنا نعرف إن ده أشرف مروان وبيضحك تاريخها فين؟ مكانها فين؟ حصل إيه قبلها؟ حصل إيه بعدها؟ مين اللي خد الصورة؟ كانت موجودة فين؟ اتنشرت أسئلة كثيرة جدا عشان كنا بقولك الفقرة دي فيها أسئلة أكتر ما هي إقرار بحقيقة عن الراجل بالإجاب أو بالإلسان